موسيقى راح تكون طريقتك بالإجابة بالوزارة فإنتبه، لازم تكون أنت باصم المادة كامل وتجاوب بالطريقة اللي إحنا نجاوب فيها بلاش أطول عليكم ونقول يا رب ونبدأ الآن إنتوا عارفين أن الفصل الثاني عبارة عن خمس وحد طلابنا إحنا عنا خمس وحد اللي هي معاني حروف الجر والأدوات اثنين الاستثناء ثلاثة الإعلال بالقلب والحذف أربعة اللي هو عمل مصادر ومشتقات خمسة النسر هذول الدروس أنت لازم تكون ملم فيهم كل لياتهم خلينا ننطلق ونقول يا رب بالبداية يحكي لي اختر رمز الإجابة الصحيحة مما يأتي المعنى الذي يفيده حرف الجر من في جملة اطلب العلم من المهدي إلى اللحد لازم الطالب يكون حافظ أربع نقاط ابتداء الغية الزمنية، ابتداء الغية المكانية والسببية وبيان الجنس وفي نقطة خامسة كمان إنهم التبعيض خمسة لازم يكون حافظهم لمين؟ لمين؟ ويصير يحكي اطلب العلم من المهد إلى اللحد لا هي تبعيض ولا بيان جنس ولا سببية اطلب العلم بسبب المهد إلى اللحد لا أكيد معناته راح تكون ابتداء الغية الزمنية وابتداء الغية المكانية هذا يحكي لك من وينت صغير لحد ما تكون كبير يعني فترة زمنية إذن ابتداء الغية الزمنية المعنى الذي يفيده الحرف الجر اللي هو فيه نحكي ظرفية زمنية، ظرفية مكانية حقيقية، ظرفية مكانية مجازية والسببية لازم تكون حافظ الأربع نقاط وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر متى يفتقد البدر في الليلة الظلماء فهي ظرفية زمانية المعنى الذي يفيده يا طلابنا حتى الأمثلة الموجودة هو ندير بالك عليها يعني احتمال يجي المثال نفسه وهو المثال فانتبه على هذا الاشي المعنى الذي يفيده حرف الجرعان في جملة يقفز المتسابقون عن الحواجز بمهارة يا بدلية يا مجاوزة الآن يقفز المتسابقون بدل الحواجز أكيد لا معناته مجاوزة وين المجاوزة هي المجاوزة المعنى الذي يفيده حرف الجرع الباء في جملة تواصل نزار بالهاتف مع أسرته يا إما سببية يا استعانة يا ألساق حقيقي يا ألساق مجازي ومحطوط تحتها خطت له إعيش الاستعانة لأنه يستعين بالهاتف حتى إعيش يتصل مع أسرته المعنى الذي يفيده حرف الجرع إلى في قول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف فهي إلا إذا كان قبليها كلمة على وزن أفعل فهي تبيين فهي إيش طلابنا فهي تبيين إذا ما كان قبليها كلمة على وزن أفعل يا إما انتهاء الغاية الزمنية يا إما انتهاء الغاية المكانية سببية ما فيه بالمرة نهائيا فالطالب بدي يكون صاحي المعنى الذي يفيده حرف الجرعلى في جملة استلمت جائزة على تميزي الآن هل هي استعلاء حقيقي يعني استلمت الجائزة فوق أنا واقف فوق تميزي لا ولا حتى مجازي فالاستعلاء حقيقي واستعلاء مجازي شيل استلمت جائزة بسبب تميزي والله يضب تكثير معناته هاي إيش تكون إيش سببية المعنى الذي يفيده حرف الجر اللام في قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين يا ملكية ومش ملكية اختصاص والله آه خصص الجنة الأمين للمتقين إذن اختصاص هاي ما رح تكون سببية ما رح تكون إيش سببية نوع الأداء ما في قول الشاعر وما حب الديار شغفنا قلبي اسم موصول بالنص يوصل الحكيب بعضه لا اسم استفهام ما بيسألهن لا اسم شرط ما في فعل شرط وجواب شرط الحرفية النافية ينفي يعني مو حب الديار هو اللي شغف إيش قلبي الحركة المناسبة للكلمة التي تحتها خطفي إنما قلنا بعدها مبتدع والمبتدع يكون عليه ضمه وين الضمه بالموضوع هاي الضمه هون بعد إنما مبتدع ضمه احفظ عن غير بعد إنما مبتدع ضمه نوع الأداء من هاي مش من من نوع الأداء من في جملة من يفكر جيدا يجد فعل شرط وجواب شرط إذن شرطية إذن اسم شرط وين اسم الشرط هايو اسم الشرط نوع الأداء في قول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عدة أدلة لللي على إنها ناهية أول إشي تؤمر وأول زي الأمر هذا واحد اثنين شاطب لحرف العلة اللي بالآخر هذا رقم اثنين زائد الذكر وقلنا الكلا مع فعل يا ناهية يا نافية يعني اختار ناهية ونافية يا هاي يا هاي طيب مدامها أثرت على الفعل اللي بعدين وشطبت حرف العلة فهي حرف إيش حرف ناهية الحركة المناسبة للكلمة التي تحتها خط لا طالب محروم هاي لا اللي بعدها اسم وما يزبط أحط أو مكان هاي لا نافية للجنس اللي بعدها اسم مبني على الفتح تمام في محن نصب إذن الفتحة رح تكون الإجابة الصحيحة ننتقل لدرس الاستثناء نوع الاستثناء وحكمه في قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة هاي نفس وكسبت وهي الأداء وهي أصحاب تمام الأدوات كلهم موجودة فشنا فيها تام مثبت واجب النصب تام مثبت واجب النصب هاي ها أمورنا تمام اعراب كلمة متاع في قوله تعالى قلنا لكم هذا المثال تدير بالك عليه هذا المثال على المفرغ الناقص اللي أشطب ما وأشطب إلا فتسير الحياة مبتدة والدنيا نعت وأنا مدام قلت مبتدة معناته في عندي خبر والخبر رح يكون خبر مرفوع أصلا هو مش حط لك مرفوع وشي قيل لك خبر بدل مفعول به المستثناء فنختار مين نختار الخبر زي وما المال والأهلون إلا ودائع ونفس المثال ترى ديروا بالك عليه ضبط كلمة لحظة في جملة فلحظات العمر تهون إلا لحظة هاي لحظات وهي تهون وهي إلا وهي لحظة العناصر كلها موجودة فشنا فيه تام وثبت هاي تكون فتحة دايما عليها وين اللي عليها فتحة يا طلابنا هاي اللي عليها ايش فتحة اضبط غير في الجملة التالية غرأت مها ديوان الشعر غير ثلاث قصائد شو بدهو ضبط لكلمة ايش غير هون يلا هاي غير هاي ثلاث هاي ديوان وهاي قرأت العناصر موجودة كلها هذا تام مثبت واجب النصب فتحة وين الفتحة موجودة هاي الفتحة لحالها طب هاي فتحة وضمه هذا للمنفي هذا لمين للمنفي ما ليدخل أنا لما يكون تام مثبت نعرب إعراب غير وسوى زي اللي كنا نعربها لبعد إلا وطلابنا هذا الاشي بدهت تكون راجع للمكثف والشرح الموجود فيه حتى تعرف ليش حطينا احنا فتحة لحالها حكم المستثنى في جملة ما زارنا سوى الصديق حكم المستثنى وين المستثنى الصديق قلنا ربنا خلق اللي بعد سوى وغير مضاف إليه إذن مجرور بالإضافة وين مجرور بالإضافة هاي هذا حفظ طلابنا مو فهم هذا حفظ حكم المستثنى اللي بعد سوى وغير مجرور بالإضافة حفظها يعني مو فهم بالمرة بدهت تحفظ هذا الاشي الحركة المناسبة للكلمة المخطوط تحتها ما تغيب عن الامتحان غير القليل شو قلنا بعد سوى وغير مضاف إليه مجرور مجرور كسرة وين الكسرة هاي الكسرة إعراب كلمة زياد في جملة حضر المشاركون للاجتماع ما خلى زياد قلنا إذا خلى وعدى وحاشى مربوطة بما تكون فعل واللي وراها مفعول به والفاعل مستتر فعل وراها مفعول به فالآن رح يكون مفعول به منصوب وين مفعول به منصوب هاي المفعول به منصوب طبعا هذا الحكي مبني على حفظ الطالب للقواعد مبني على حفظ الطالب لشو للقواعد حكم المستثنى في جملة ربح المستثنى ربح المشاركون عدى واحد دلوا لكم مش مربوطة بما يعني يجوز لي أنه يكون هذا حرف جر وهذا اسم مجرور أو أنه يكون هذا فعل وهذا مفعول به منصوب بس هاي إذا إجت مجرورة معناته أنه مجرور اسم مجرور وين مجرور هون مجرور بحرف الجر هاي مجرور طب ليش مش مجرور بالإضافة لأنه إحنا قلنا عدى وحاشة وخلاء تقلب لحروف جر إذا كان اللي وراها مجرور طب ليش ما قلنا مجرور بالإضافة بعد سوى وغير تحكي الحكي هاد مو هون بعد سوى وغير عند تعليل الإعلال في كلمة ركائب نقول خلينا نقول هاي ركائب من ركوبة معناته هاي كائنة ركاوب جاء حرف المد بعد ألف صيغة منتهى الجموع أصطها ركاوب بدليل المفرد ركوبة وقع حرف المد الزائد الواو بعد ألف صيغة منتهى الجموع فقلبت همزة نوعه إعلال بالقلب هاي مية بالمية الإجابة عير صحيحة أصلها ركاوب بدليل المفرد ركوبة وقعت الألف عين عين هاي لا على وزن فاعل ما إلي دخل وقعت الواو مكسورة شو دخلنا فيها هاي مش بالقاعدة تعيتنا اجتمعت الألف والواو الاجتماع ما بيجي إلا غير على الواو واليا إذا ما تذكرين سيد والله مصر على سنة محمد ومرمي وغيرها في كلمة صائم كائنة الكلمة هاي من يصوم صا وم فالآن هون أصل الهمزة شو واو أصل الهمزة واو هاي ها هون أصل الهمزة واو مو العكس أصل الهمزة إيش واو تمام الكلمة التي حصل فيها إعلال بالحذف سيد سيود هاي إعلال بالقلب القاضي فيش فيها ايش بالمرة نهائيا الراعون هاي الراعي وهي واو الجماعة والنون انتم لاحظين في حرف مش موجود هون صح ولا لهو مين اليا فإذا هاي اللي حصل فيها إعلال بالحذف القضاء من يقضي القضاء هاي إعلال بالقلب عندنا أسناد الفعل يمشي إلى واو الجماعة فتصير الكلمة يمشي واو الجماعة فنشطب هاي ولمدام ها واو نحط ضمة هون فتصير يمشون وين يمشون اللي فيها ضمة يمشيون غلط لازم تحذف وهاي لازم تكون الألف المحذوفة وهو حط لي هون غلط هاي هاي شو هاي الكلمة أصلا كلها غلط هاي معناته هاي الكلمة إيش الصح الكلمة التي سكنا آخرها فحذف وسطها يعني يكون بالنص حرف علة لما نجيب الأصل كائن تاع هون الآن هاي ينام من نامة في بالنص ألف طب مش موجودة هاي الألف معناته هاي الإجابة مليون بالمئة غلط هاي لم ينوم هاي لم ينوم الواو انشطبت هون طب يصل وصل الواو بالبداية الواو بالبداية وشو قاعدتها هذا قلنا مثال واوي على وزن فعل الذي مضارعه ويفعل معناته مش هاي يقضون هذا ناقص بالأخير إنه قلنا عند إسناده لواو الجماعة لالتقاء الساكنين هذا ما دخل مو سكنا آخر هون وهبى نفس قصة مين نفس قصة ياسي الكلمة التي حصل فيها إعلان الاجتماع الواو الياء في كلمة واحدة قلنا بالذكرين سيد وهي ومرمي ومقضي ومنسي وغيرها هون مين راح تكون هايها مرمي مرموي مش قلنا مرموي هون طيب الكلمة التي حصل فيها إعلال بالقلب مما يأتي إعلال بالقلب طلابنا هاي ما فيها إشي بالمرة نهائيا تمام وهاي اللي تي حصل فيها إعلال بالقلب مما يلي مسائل مسألة الهمزة ظلت همزة فش إعلال بالمرة نهائيا ولين يلين الياء ظلت ياء ما فيه إعلال بالمرة نهائيا السخاء من يسخو إن قلبت الهمزة لشو لواو هذا الإعلال بالقلب معناته هاي صح بين عمل المصدر فيما يأتي كلمة بين نصب مفعول به نصب مفعول به يلا وين نصب هاي نصب مفعول به بين نصب مفعول به الكلمة التي تصلح لملء الفراغ في الجملة التالية على الطلبة الآتية اسم فاعل أسماؤهم هي اللي جاية فاعل لإسم الفاعل فالآن رح ننجي كلمة مرفوعة أسماءهم منصوبة أسمائهم مجرورة أسماؤهم هي المرفوعة فهي الصحون وهي السكون مالها داعي أصلا كيف ساكنين ملتقياتهم بعض هذا غلط أصلا عمل المصدر في قول الشاعر عمل المصدر لأنه إذا قال لك عمل المصدر تقول له مضاف إلى فاعله وانت مغمض هذا ما فيه داعي تفكر هذا حفظ بين نصب مفعول به علل لأنه مضاف إلى فاعله وين لأنه مضاف إلى فاعله هيها إعراب كلمة الحمد في قول الشاعر وأخذي الحمد قام بعملية أخذ والياء مضاف إليه الحمد رح يكون مفعول به للمصدر منصوب وعلامة نصبه الفتحة وين مفعول به للمصدر هيها أمورنا تمام بعد المصدر مفعول به هذا اللي حكينا إحنا وإحنا نشرح بعمل المصادر إعراب كلمة جائزة في منح المعلم الطالب جائزة الآن عنا منح وهي المعلم مضاف إليه وهي الطالب رح يكون مفعول به أول وهي الجائزة رح تكون مفعول به ثاني لأنه هذا من الأفعال اللي تأخذ مفعولين فإذا حط لي مفعول وكمان مفعول أختار المفعول به الثاني اللي هو هذا إعراب كلمة شعرها في جملة ميزيادة منمق شعرها هذا اسم مفعول واسم المفعول المعرف بأل أو المنون بعده رح يكون نائب فاعل لإسم المفعول يلا وين نائب فاعل لإسم المفعول نائب فاعل لإسم المفعول إعراب كلمة محاورها في جملة المحاضرة كثيرة محاورها صفة منونة أو معرفة بأل بعدها فاعل بعدها شو؟ فاعل للصفة وين فاعل للصفة مرفوع؟ هيها أول وحدة فاعل للصفة مرفوع شرح الدرس الطالب إذا حافظ الشرح طلابنا كل إشي سهل عنده كل إشي سهل إعراب كلمة العهد في جملة أحبك حافظ اسم فاعل ومنون والكلمة اللي وراها يوقع عليها الفعل وقع عليها الفعل مدام إيجاك اسم فاعل منون وكلمة وقع عليها الفعل معناته مفعول به لإسم الفاعل وين مفعول به لإسم الفاعل منصوب هون مفعول به لإسم مفعول ماذا خنني؟ فاش اسم مفعول بالحكي معناته مفعول به لإسم الفاعل منصوب وعلامة نصبه للفتحة إعراب كلمة محمد في ما حال محمد الدرس هاي اسم فاعل منون ومحمد ما وقع عليه الحل هو قام بالفعل مدامه قام بالفعل معناته هو فاعل لإسم الفاعل وين فاعل لإسم الفاعل مرفوع بالضمأ هاي هذا هو إعراب كلمة طعاما في جملة أمرزوق الطير طعام مرزوق يوخذ مفعولين يوخذ إيش مفعولين أول واحد نعرفه نائب فاعل لأنه اسم مفعول من رزقة رزقة من الأفعال اللي تنصب مفعولين ثاني واحد رح يكون مفعول به ثاني باسم المفعول طلابنا بس خلينا شوي اتفقنا إذا أخذنا اسم مفعول من فعل ينصب مفعولين منحها أعطى وهبة رزقة وغيرها الآن اللي وراه رح يكون نائب فاعل واللي بعدها رح تكون مفعول به ثاني هو شو بده إعراب طعاما حط لك عليها فتحة بين عينك عينك معناته مفعول به ثاني الاسم مفعول منصوب بالفتحة الضبط الصحيح لكلمة نظره في جملة مستقيم النظره مستقيم اسم فاعل تمام؟ منون والنظر هو مستقيم والنظر هو مستقيم معناته رح يكون فاعل والفاعل شو نعطيه يا طلابنا؟ ضمة اختار إيش؟ الضمة وين الضمة بالموضوع؟ هاي الضمة السؤال اللي بعديه بيّن عمل اسم الفاعل في جملة استودع العدل ربا حافظا ما استودعا الآن هاي حافظ تمام؟ هاي اسم فاعل حلو؟ شو طالبني هو؟ يقول لي بيّن عمل اسم الفاعل يعني اسم الفاعل شو أثر بالكلمة هاي اللي هي تعتبر كلمة عادية ما يعني قلبه أو عمله أو أطفاله فحافظ أطفاله هاي رح تكون إعرابة مفعول به مفعول به لمين؟ لإسم الفاعل وهون رح يكون في فاعل مستتر لما يكون بس مفعول به يكون في فاعل مستتر فالآن رفع فاعل الضمير المستتر الذي تقديره هو لهون أمور تمام ونصم مفعول به لهو ما هاي رح تكون الإجابة صحيحة يلا جرة مضاف إلى شدخل ما بجره هون رفع نائب فاعل لإسم المفعول نصب مفعول به الضمير المستتر الذي تقديره هو ونصب مفعول به الآن هون نصب ونصب معطيك يعني نصب مرتين ما بيزبط هذا الحكي فهي الإجابة كمان غالط لأنه فيها نصبين هون يا طلابنا هاي ما موصولة ما الموصولة الدل على أسماء يعني زي كأنه في اسم هون فحافظا أولاده الآن الأولاد وقع عليهم الحفظ مفعول به طب مين اللي حفظ مستتر تقديره هو طلابنا الآن وصلنا لسؤال رقم 40 علي العمل المشتق في قوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس قبل ليبلش الطالب بحل هذا السؤال يذكر الست نقاط لعمل المشتق إما أن يكون معرف بأل وين مشتق خلنا نشوفوا إحنا هاي المشتق اللي هي كلمة إيش كلمة مجموع نفعل القلم نفعلنا كلمة إيش كلمة مجموع هذا مشتق معرف بأل لا طيب قبلينا في نداء استفهام لا طيب في إيش بالجملة ما يدل على اليوم أو غدا أنه استقبال كمان لا هاي ثلاث الآن هل هو خبر لمبتدأ ذلك مبتدأ ويوم هو الخبر كمان لا هون صفت معنا يا صفة يا إمحال اتفقنا إذا كان في عندي نكرة وهاي النكرة كان قبليها فعل هون يعني فعله نكرة زائد مشتق يعني المشتق شو يكون قبليها طلابنا يكون قبل المشتق هذا نكرة إذا كان قبله نكرة نحكي يساوي صفة فالآن أنا عندي هون قبلي يوم مش اليوم هاي نكرة إذن الجواب رح يكون صفة أجي أحكي هون مجرد من ألي التعريف منون وإعرابه صفة هذا الحل الصح مجرد من ألي التعريف منون وإعرابه حال قلنا خلص صفة وخبر له وفاعل ما إله دخل من بره هسا نيجي لدرس النسب وطالبنا لازم يكون باصم الدرس بعدين يدخل على الحل الاسم المنسوب مما يلي دير بالك ترى هذا السؤال قوي جدا يا النسب زيادة يا النسب هاي بدأ أكتبها يا النسب زائدة فالآن لما تكون يا النسب زائدة ممكن تجي كلمة يا أصلية فيها القاضوي خلوا ليها شوي هاي نيجي لها مغلي لو شطبت الياء المشددة تاعت النسب هاي مغل معناته هاي غلط فش شدة هون غلط بني هذا اسم مصغر وأصل كلمة بني ابن والنسب لكلمة ابن بنوي معناته هاي غلط نرجع لهاي متذكرين هاي قاعدته الاسم المنقوص لما تكون الياء رابعة نقلب هوا ونحط يا النسب بعدها ونحط شدة وكسرة وفتحة هذا الاشي الموجود معنا الان عند النسب الى كلمة صحراء طب كلمة صحراء تاب على اي قاعدة الاسم المندود والهمزة فيه زائدة والدليل يصحر حلو تمام لما تكون الهمزة زائدة أقلي بها وو وين الهمزة اللي قلبت واو هاي ما قلبت واو هاي الهمزة قلبت واو وهاي قلبت واو طبعا ألف وباء سيبونا منها طب هسا كيف بدي أميز مين الاسم المنسوب بينهم يا النسب مشددة يا النسب مشددة معناته هاي الإجابة الصحية المنسوب إليه لكلمة سلاقي ديروا بالك وترى هاي القاعدة بالذات ثقيلة كثير كثير لأنها على وزن فعيلة على وزن إيش فعيلة حتى أحل المشكلة اللي بين إيدي أنسب لكل الكلمات اللي موجودة هين حتى أوصل هين حلوة هون حتى أوصل لإيش للإجابة سلق سلق رح أنسب إلها سلقي وأخلي إيه وأخلي السكون مكانها الآن هون حطلي فتحة إذن هاي الإجابة غلط من اليوم بالمئة سليقة على وزن فعيلة قلنا نشطب الياء والتاء لما ما يكون في حرفين يشبه بعض نشطب الياء والتاء ونحط ياء النسب فتصير إيش الكلمة سلقي وإذا متذكرين الحركات نحط على الياء شدة وقبلها كسرة وهون فتحة نفس النتيجة ولا لا نفس النتيجة إذن هاي الإجابة صحيحة هذا فعل غلط أن ننسب إلوه وهون في ضمة لما تنسب رح تظلها الضمة وما في ضمة عندك هون هيك طلابنا نكون خلصنا إحنا النحو خلصنا التدريب عليه ترى مو شرط أنه كل مثال هون يجيك أنت بالامتحان أنا قاعد أدربك على أنك كيف تجاوب بالامتحان إن شاء الله رب العالمين أن هالأمور تكون طيبة وإن شاء الله رب العالمين يا رب أن يكون الختام عن جد مسك وتكون النهاية بإذن الله عز وجل سعيدة نكمل الآن باقي الامتحان لمادة الحفظ طلابنا والبلاغة هون لا فهموا حفظ مع بعض لازم الطالب يكون حافظ الأمثلة حتى يعرف يجاوب أسرع لأنهم عادة يجيبوا الأمثلة من جوات الكتاب يلا مباشرة لفضي الجناس التام في قوله تعالى تيروبالك وترصاروا يسألون عن المعاني الكلمات نفسهم فالآن أنت بدك تكون حافظ معنا الكلمات فقط اللي موجودة بالكتاب الإشي اللي مش موجود معناه بالكتاب لا تحفظوا لفضي الجناس التام في قوله تعالى يكاد سنة برطه يذهبوا بالأبصار يقلبوا الله الليلة والنهار إن في ذلك العبرة لؤلي الأبصار أنا الكلمتين اللي يشبهوا بعض مية بالمية اللي هي الأبصار والأبصار طب شو قصة الباق قلنا الحروف الجر زائدة اللي التعريف زائدة والحركة اللي بالأخير بالجناس ما نحسبها فبدكوا تنتبهوا للشرح اللي احنا شرحنا فالآن الجناس التام وقع بين كلمة الأبصار والأبصار كلمتين يشبهوا بعض سبب عدم تمام الجناس عدم تمام الجناس غير التام فيما يلي من بحر جودك أخترف وبفضل علمك أعترف هاي الكلمة وهاي الكلمة هل هو عدد الأحرف أقل؟ لا هل هو الحركة؟ أكيد لا هل هو نوع الحرف اختلف؟ أكيد نوع الحرف اختلف الحروف تكون تشبه بعض كلها الثاني هون والثاني هون يختلفا الرابع هون والرابع هون يختلفا نحكي هون بنوع الحروف وين نوع الحروف؟ هاي نوع الحروف؟ معناته هاي الإجابة الصحيحة وضح مواطن السجع فيما يأتي قبل الفاصلة شو فيه؟ الآن انتبهوا ديروا بالك وترى الطالب احتمال يأخذ التنوين التنوين ما ندخل فيه ولا الألف ولا اليا ولا الوا ولا الهالي قبلها متحرك معناته أخذ اللام هون وأخذ اللام هون وين الموجود فيها اللام؟ هاي الإجابة اللي موجود فيها اللام أخذها اتفقت الكلمتان الأخيرتان في الحرف الأخير اللي هو اللام المحسن اللفظي فيما يلي هل ذا العويل على غير الهديل وهل فقيد كنا أعزوا الخلق فقدانا يا طلابنا أمثلة رد العجز على الصدر تحفظ عن غير فالآن هاي آخر كلمة لازم يكون فيه كلمة قبلها أما بالنثر يكون كلمة أولها فدورولي على كلمة تشبهها هاي اللي تشبهها إذن هذا التصدير رد العجز على الصدر المحسن المعنوي في قوله تعالى ولا يستوي الخبيث والطيب كلكوا عارفين وهذا كلمتين عكس بعض وهو طباقي المحسن المعنوي فيما يأتي أزورهم وسود الليالي يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغريبي الآن جاب لي جملة لو اجيت مسكت الجملة هاي حطيتها تحت هاي الجملة كل كلمة رح تكون عكس الكلمة فهذا اللي نسميه مقابلة شو نسميه هذا مقابلة الجملة التي احتوى الطباق سلب يعني كلمة يا إما مثبت من في يا إما أمر نهي وأراكي خنتي على النوى من لم يخن خنتي ولم يخن هاي الإجابة الصحيحة من البداية كانت الكلمة التي حدثت فيها تورية تحفظوه لكل الكلمات اللي فيهن تورية صدى وصخر ونبلة هاي الكلمة تحفظوهن ومعنيهن لازم نحفظ المعنى القريب والمعنى إيش البعيد فنحفظ اللي هي كلمة نبلة المنهج النقدي الذي يقوم على دراسة الظروف بس تشوف كلمة الظروف لحالك تعرف أنه هذا منهج إيش تاريخي هو الخصائص الفطرية الوراثية حطينا تحتها خط وقلنا ديروا بالك ترى إذا إجا هذا السؤال وقالك أي وحدة منهم بدك تعرف أنه هذا يتحدث عن العرق كتاب في الأدب الجاهلي كله ياتنا نعرف أنه لطاها حسين وهذه مادة حفظية طلابنا الفن للمجتمع والأدب الملتزم هذه المصطلحات النقدية ترى ديروا بالك وهذه الكلمة تدلك لكن المشكلة إذا جاب لك هذه للمجتمع اجتماعي وكمان الأدب الملتزم للاجتماعي فأحفظ هنا ذول أثنتين دراسة عبد المحسن طاها بدر لرواية نجيب محفوظ زقاق المدق مثال على المنهج التاريخي ولا الاجتماعي ولا البنيوي ولا الجمالي هذا الطالب لازم يكون حافظ عن غير هاي لمين للاجتماعي المستوى التحليلي المقصود في تحليل العمل الأدب الذي تدرس فيه دلالات الحروف وموسيقى الموسيقى صوت صح ولا لا فهذا الإجابة التي تكون صحية ضرورة التركيز على الجوهر الداخلي للعمل الأدبي بنيوي هذا بناء بناء داخلي فهذا بنيوي كل ما يلي من مميزات النقد في الثمانينيات والتسعينيات في الأردن ما عداء الطالب يكون حافظ سعة الجمال موجودة ارتفاع مستوى الظوق النقدي موجودة اعتماد الأدوات النقدية موجودة لكن التفاعل مع أحداث السياسية والاجتماعية ما قاله دخل هذا بالمرة هو الاتجاه النقد الذي يقوم بدراسة مظاهر التأثر والتأثير بين النصوص يعني أنت تقارن بينهم فإذن المقارن وقف على مكامن تأثر كل من بدر شاكر السياب وصلاح عبدالصبور بالشعل الإنجليزي توماس إليوت وما جاء في دراسته لآخر شيء منه اللي درس هذه الدراسة اللي هو محمد شاهين طبعا ما يدى حفظية طلابنا أنا مباشرة أجاوب عليها لأن الطالب لازم هيك يكون حافظ من مظاهر عناية وتشجيع الأمير عبدالله الأول للحركة النقدية هل أقام مجالس أدبية نعم مسجلات شعرية نعم تشجيع الصحافة والكتابة نعم جميع ما ذكر أكيد رح تكون هاي الإجابة هيك ما بيجيب بالوزارة بس أنا حاب أنك تذكر مظاهر العناية للأمير عبدالله الأول الذي تتبع آراء طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي فيه لمقال طه حسين عن أن الشعر الجاهلي مش للجاهليين هو هو الشيخ نديم الملاح إليا أبو ماضي رسول الشعر العرب الحديث وإلياس فرحات شاعر العروب وهذه كتب لازم تكون حافظ من مؤلفها اللي هو عيسى الناوري شهد عقد الستينيات والسبعينيات إنشاء عدد من المؤسسات التي ساعدت على تطور النقد في الأردن الجامعة الأردنية الهدور جامعة اليرموك الهدور رابطة الكتاب الأردنيين الهدور وأنا عمدا جبتهم هذول على أساس نكون حظينهم المجلة التي أسهمت في تكوين أرضية صلبة لتكون ملتقى الآراء يا طلبنا هاي الأسئلة هي اللي عن جد تميز الطالب اللي بصيه مع الآخر فهذا الطالب لازم يكون حافظ هاي الأسئلة بصم هي المجلة طبعا القلب الجديد هاي مرجحها أنا مش شاطر هو أنا أقول لك أنه أنا عرفت هاي وعرفت هاي هاي مرجعيتها للطالب بالحفظ يعني يعني مش شطارة مني أنه هون هذا عبارة عن تذكر للطالب أنه هاي المعلومة حفظتها وظليت مركزها بمخي لأنها مادة حفظية احنا نتشاطر بالنحو نتشاطر بالبلاغة مادة الحفظ هاي الطالب قد ما يدرس فيها قد ما يجي قد ما يدرس قد ما يجي الآن هيك طلابنا نكون خلصنا اللي هي المادة النقد والبلاغة النقد والبلاغة اللي هي البلاغة فهم وشوية حفظ والنقد حفظ بحت يعني الطالب بدي يدرس عليها قد ما يقدر طبعا طلابنا انتوا عارفين أنه رح يكون هذا الامتحان الأخير وانتوا عارفين أنه بعض الطلاب يتراخى شوي لأنه آخر امتحان وحتى لو كنت مزبط بالامتحان اللي قبل وزبط بها بلك هيك انت حاسب أنه هاي المادة مثلا بدي أنزلها من المعدل هيك حط ببالك تتفاجأ ولا هي لهاي العلامة أعلى من العلامتين اللي قبليها فالآن شد حيلك شوي طاقتك ارفعها اليوم وبقرة بس انت رح تدرس بعدها رح تنتهي الدراسة عندك نهائيا كدراسة مدرسية وتنتقل يا رب إلى عالم الجامعة عالم تفتح العقل بإذن الله عز وجل العالم انطلاقها إلى عالم آخر جميل جدا وإن شاء الله رب العالمين الكل 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 يدخل هذا العالم الآن خلينا ننطلق للقضايا ونشد شوي لأنها مادة حفظية طلابنا واحدة مما يلي ليست من الخصائص الفنية لشعر جماعة أبولو لازم تكون حافظ كل الخصائص الفنية يهتم بالتجربة الشعرية يستخدم الألفاظ الموحية يميل إلى التشخيص والتجسيم تغلب على أشعاره النبرة الخطبية شو دخلوا نحن قاعدين نحكي أبولو جماعة أبولو ما لهم دخل به النبرة الخطبية النبرة الخطبية لشعر حرب مثل شعر الثورة العربية الكبرى وشعر المقاومة الفلسطينية والكلاسيكي موجود فيه هاي النبرة الخطبية لموجدات فيهم الجماعة التي كان سبب تسميتها نسبة إلى إله الموسيقى والشعر انتوا عارفينوا انهم مين انهم أبولو المظهر الذي يمثله البيت التالي من شعر الاتجاه الكلاسيكي هذا السؤال اهتموا فيه قم للمعلم وفيه التبجيلة اللي هو التفاعل مع الأحداث السياسية والاجتبائية كاتب الإلياذة الإسلامية كل ياتنا نعرف منه أحمد محرام واحدة مما يلي ليست من الخصائص الفنية لجماعة المهجر يوظف الرمز للتعبير عن بعض المعاني التأملية يميل إلى التجديد في الموضوعات والتركيز ينضم على الأوزان القصيرة والمجزوء آخر وحدة اللي هي مش إله يميل إلى التشخيص والتجسيم من خلال استخدام الصور الشعرية طبعا خصائص اللي بالفصل هذا ذقال شوي طالب بده يركز كثير عليهم خاصة أنها متقاربات كثير من رواد جماعة العصبة الأندلسية طبعا هذولا الثلاثة ما إنهم دخل لأنه فيه إشي للكلاسيكي وفيه إشي لا إيش لجماعة الديوان رشيد الخون مؤلف ديوان وراء الغمام هذا طبعا مادة حفظية اللي هو إبراهيم ناجي الشعر الذي يتقيد بالوزن ويتحرر من القافية هو الشعر المرسل السبب في مهاجمة جماعة الديوان لشعر المناسبات لأن الشعر لديهم تعبير صادق عن وجدان الشعر وتجربه العاطفية وتأملاته النفسية أكيد هاي الإجابة اللي رح تكون صحيحة وهذا السؤال قلنا لك وركزوا عليه الشعر الذي لقب بشعر الثورة العربية الكبرى اللي هو فؤاد الخطيب واحدة مما يلي ليست من الخصائص الفنية لشعر المقاومة شعر المقاومة في حرارة في نبرة خطابية في وضوح معاني لكنه ما يلتزم عمود الشعر متذكرين كان مرحلة البحث عن الذات كان شعر تفعيلة مو شعر عمودي والثاني كان اللي هو الشعر العمودي اللي هو اكتشاف الذات فالآن هاي الإجابة الصحيحة الموضوع الذي يمثله البيت التالي من شعر الثورة العربية الكبرى لما يقول حي الشريف هذا يمدح قاعد صح ولا لا فهو مدح الشريف الحسين السيرة التي يعتمد فيها الكاتب على النقل والذاكرة أو المشاهدة هي سيرة غيرية هاي مادة حفظية طلاب بحت احنا نجيلكم نمط الامتحانات كيف تجي وكيف الطالب أن يجاوف فيها أول سيرة ذاتية في الأدب الحديث ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر قلنا لكم اللي هي الساق على الساق فيما هو الفرياق لأحمد فارس الشدياق مؤلف سيرة الأيام العبقر اللي هو مين اللي هو طه حسين واحدة مما يلي ليست من الشروط الواجب توفرها في السيرة نفسها تركيز على حياة الشخص لا إلها موضوعية في تناول شخصية صاحبها إلها استخدام الخيال من غير إغراق هاي إلها أن يتمتع بسعة الثقافة اللي هو كتبها مش السيرة نفسها إذن هاي الإجابة اللي هي رح تكون صحيحة فن أدبي نفري يتناول كلمة حكاية ادلك على القصة وين القصة من هذول؟ هاي القصة أول قصة قصيرة بالشكل المتعارف عليه هاي مادة حفظية طالب لازم يكون باصم أول سيرة أول قصة لازم يكون الطالب حفظهم المجموعة القصصية أغاني الليل بدك تكون حافظ من ألفها؟ اللي هو محمد صبحي أبو غنيمة أوضح العناصر في القصة وأكثرها شيوعا أوضح عنصر اللي هو عنصر إيش؟ عنصر الحدث كاتب صيد الخاطر نحن عارفين أنه ابن الجوزي هون من الطالب ما درس مرة ومرتين وثلاثة وأربعة أكيد حفظها واحدة مما يلي ليست من خصائص أو السمات الفنية للخاطرة هي قوية في التعبير هي فكرتها واضحة هي جملها متوازنة تتلاءم مع مستوى إدراك القارئ لكن الخيال ليس موجود فيها فهي الإجابة الصحيحة يراعى فيها اختيار الكلمات المناسبة ذات الدلالات الواضحة بعيدا عن التكرار والزيادة العنصر المقصود اختيار الكلمات المناسبة مدام فيه كلمات مناسبة معنات فيه عغوانة واحدة من الجمل التالية خاطئة خلينا نشوف الخاطرة عادة تكون قصيرة صح أكمل لا تتجاوز صفحة أما المقالة فقط تبلغ عدة الصفحات لا تعتمد الخاطرة على إيراد الأدلة والبرهين لإثبات رأي بينما نجد ذلك واضحا في المقالة صح تعتبر الفكرة في المقالة وليدة لحظتها وطارها هذه بالخاطرة خطر عبالي يعني أنه وليدهم هذه غلط هذه الإجابة اللي رح تكون خاطئة هذه اللي رح أحط عليها دائرة وتكون صح العنصر من عناصر المصرحية الذي تعتمد المصرحية عليه والذي يتناول قضية من قضايا الحياة منه وهو عنصر الحدث مؤلف مصرحية تغريبة ضريف الطول ما أدى حفظية طلابنا هون اللي هو جبريل الشيخ لازم تحفظه ترى دير بالك مش شرط أنها تجي هاي المصرحية ممكن تجي مصرحية ثانية فالآن احفظ المصرحيات احفظ القصص احفظ الروايات هذول لازم تحفظهم من أكثر الفنون الأدبية انتشارا وشهرة على الإطلاق اللي هو هذا اللي هي الرواية اللي هي المسلسلات صارت كثير تعتمد عليها وصاروا يألفوا مسلسلات يجبوها من الرواية نفسها مؤلف رواية الضحك لازم يكون كلنا هاي مادة حفظية لازم حفظين فيها اللي هو غالب هلسة هو الوعاء اللغوي الذي يحتوي كل العناصر عناصر رواية وينقل الأحداث والمواقف من صورتها الواقعية إلى آخره الآن مين هذا الحدث اللي يكون وعاء اللي هو السرد السرد تعد أكثر الطرق شيوعا فيها يقف المؤلف خارج الأحداث ويروي ما يحدث لشخص روايته خارج الأحداث يوقف هون الآن هاي هي طريقة ايش الطريقة المباشرة الطريقة ايش المباشرة طبعا طلابنا هاي مادة حفظية أنا مشيت فيها وسرعت فيها شوي لأنه الطالب المادة الحفظية هاي لازم تكون عليه أما مادة الفهم احنا نشرحها على أساس أنه الطالب يستوعب كيف بدي يجاوب بالامتحال أول شي ربي يحميك وربي يحفظك وختامها يا ربي وإن شاء الله رب العالمين يكون مسك الطالب الآن بديه يتعب شوي ضاي اليومين اليوم وبكرة بس تتعب هذا التعب بعديه بإذن الله عز وجل راح ترتاح وشو ما كتب لك الله شو ما كتب الله ارضى فيه لأنه الحياة ما توقف على خطوة الله عز وجل دب فينا الروح دب فينا العقل في بعض ناس أنه توقفت مسيرة حياته شوي بعديها كمل الحياة وصار مبدع أكثر من اللي استمروا بالمشي الآن في بعض الناس اللي بدنا نحكي هسا اللي إن شاء الله رب العالمين أمورهم كانت تمام وسالكة بدك تستمر بهذا النجاح اللي أنت حققته وتحقق نجاح أكبر بالجامعة يعطيكو ألف مليون عافية اليوم بالله عليك تدرس زي العالم والناس وبكرة تدرس زي العالم والناس لأنه بعديها راح ترتاح فالآن اضغط لحالك اليوم اضغط لحالك بكرة ادرس شد حيلك حتى لو زبط بالفصل الأول حتى لو زبط بالفصل الأول شد حيلك وادرس ضايل يومين دراسة انت قعد 365 يوم تدرس رح تعجز عن يومين لا والله ما رح أجز عنهم رح أدرس وأجيب ورق وأكتب ومر ومرتين وثلاث وأفهم هذا الدرس كويس وأحفظ هذا الدرس كويس لما أوصل لمرحلة إن شاء الله رب العالمين الأمور كلها تكون طيبة بإذن الله عز وجل يعطيكو ألف ألف عافية ويا رب الخير لكل طالب فيكو يا رب يا رب الخير والنجاح لكل طالب فيكو الله يعطيكو ألف عافية يا رب